يبقى كده بدأت تسجل على ايه ده زي ما بقول ده على عشان نبدأ نحل مع بعض الشيء التاريخ تمام فتكلمنا على اللي هي بقبرة عن بيكون فيها اليدوكيشن والإنترست وكل السكيلز بتاعة الكانديدتز وقدر استخدم الانفنتوريز دي بعد كده في الترقية البروموشن طيب عندي بعد كده تعرفين كمان برضو اللي هم البرسونال ريبليسمانت كورتز والبوزيشن ريبليسمانت كورت الريبليسمانت شورت دي بتكون عبارة عن ايه عبارة عن ريكورتز فيها البرزينت بيرفورمتز وي البروموتابيلتي يعني ايه إمكانية الترقية ايه اف انسايد كانديدتز فور the most important positions يعني ليه البرزيدنت او الويس بريزيدنت او المانيجرز مسلا اللي بتاع تكنيكال مانيجر فاينانس مانيجر حاجات دي كلها لازم يكون ليها ريبليسمانت شورت اللي هو بيكون الشورت ده في الاداء الحالي ليه ال 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 او يعني اللي هو الشركة وال اه البروموتابيلتي اللي هي قدرة على او احتمالية ترقيته وذكر لنا عاكم ده المرة اللي فاتت قلنا الويس بريزيدنت يعني ادي ثلاثة فيس بريزيدنت سأقوم دول طبعا هنا اللي هي البرزيد بيرفورمانس بنعبر عنه بالمسلس و البروموشن بوتينشل بنعبر عنه بالمربع ونشوف هل الاداء بتاعه كذا و يعني البروموشن بوتينشل او احتمالية ترقيته كذا تمام دي بسموها replacement charts طيب replacement card اللي هو card prepared for each position in a company to show possible replacement candidates and their qualifications يعني كل مكان بحطله بقى ال candidates اللي ممكن يعني يعني يشتغلوا في المكان ده ومؤهلات كل candidate ماشي طيب ده كان inside candidates وطبعا قلنا بقى advantage و disadvantage ل inside candidates كان في تعريف اللي هو succession planning اللي هو اختيار successors ل current key jobs يعني اي senior موجود او اي واحد في top positions لازم يكون لي successors اه اكون مخطط انه يكون لي حد ييجي بعده تمام وبالتالي ده بنسمي succession planning وخطوات succession planning دي كالتالي ان اول حاجة بعرف هي مين اصلا ال key jobs وعمل لها analysis عن طريق ال specification و description بعده كده creating and assisting candidates بعده كده ببدأ اشوف مين المرشحين وبعد ما اجمع candidates دول ابدأ اختار مين فيهم يقدر يعني يحصل على ال key position على كل key position بقى موجود تمام طيب احنا كده كان ده ال inside source of candidates بقى ككل لنا على outside source of candidates كان عندي 8 مصادر outside source الهم مين recruiting via the internet advertising employment agencies offshoring و outsourcing executive recruiters we on demand recruiting services we college recruiting و employee reference طبعا كل طريقة من دول من خلال recruiting من خلال الانترنت ده طبعا كان بي generate more responses و immediate responses و more applicants لكن في disadvantage كان طبعا في عدد كبير من unqualified applicants و older people less likely to be online و كمان كان في مشاكل بخصوص privacy بالنسبة بقى ال advertising قولنا ال advertising ده اختيار ال medium اللي هعمل الإعلام فيه ده يعتمد على ال position اللي أنا عايز فيه candidates وال skills اللي أنا محتاج ها يبقى بيعتمد ال advertising هتحط الإعلام بتاعك فين سواء في local newspaper مثلا لو انت هتعين مثلا مثلا كاتب حسابات مثلا ماشي يعني شغلانا ما فيهاش ما هياش يعني فيه specification عالي قوي لمجرد هيكتب مثلا يعني هيكتب الحسابات على excel sheet أو حاجة فده ده ممكن local newspaper مثلا يعني الجريدة المحافظة ماشي بتنزل في المحافظة لكن لو أنا بقى محتاج مثلا production manager محتاج technical manager كل ده ممكن ايه احتاج صحيفة لا يعني عامة بقى مش local newspaper مثلا تمام يبقى اختيار medium اللي هتحط فيه الاد بتاع ده بيعتمد على position وال skills اللي انت محتاج تمام ال skills اللي انا محتاج ها وال position اللي انا محتاج هو اللي هيخليني اختار medium او المكان اللي هحط فيه الاد بتاع طبعا لازم تعمل الاد advertisement يكون يقدر يحقق موضوع ال application attention و interest و desire و action اللي هو AIDA الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فات لازم حقق هم الاعلان ده بعد كي قلنا المصدر التالت اللي هو employment agencies او وكالات التوظيف ودي طبعا متل جاء لها لما يكون عند الشركة في مشاكل في recruiting و screening capabilities to attract a pool of qualified applicants عشان تعمل particular opening quickly لو انت عايز يعني بشكل سريع الموظفين دون فبتضطر تلجأ لي الemployment agency او عشان تجيب عدد اكبر من الapplicants تمام وبرضو reduce time اللي انت هتحتاجه ل recruiting كل دي اسباب بتدفع الشركة انها تستعين بي employment agency ازاي بتا بتا افويد problems مع الagency دي اول حاجة لازم تدي الagency accurate and complete job description طبعا تتاكد انه التست والapplication forms والinterviews هم اللي بيتم من خلالهم عملية الselection process مش اي حاجة تانية طبعا مش نتأكد انه العملية بتاعت selection فيها نزاهة وعدالة بعد كده مفروض periodically بتتراجع بقى data بتاعة candidates accepted وrejected من خلال agency وتقارن النتائج دي مع نتائج HR department اللي عندك يعني ما ينفعش يكون مثلا جاي مثلا خمس موظفين HR عملهم acceptance والأجنسي عاملة الاربع منهم rejection لا يبقى لازم اعرف المشكلة فيه تمام فبالتالي لازم بشكل periodic على candidates accepted or rejected by your firm and the agency عشان تتأكد ان الاجنسي دي شغالها بشكل سليم وبتحقق ال specifications بتاعتك طبعا screen the agency انت بتسأل الاول او بتفحص الاجنسي بتسأل عليها الاول بتسأل مين بسأل other managers or HRB بعدها تكلمنا بقى على offshoring والoutsourcing وقلنا الفرق ما بينهم وامتى بحتاج للoffshoring وامتى بحتاج للoutsourcing او بيسموهم الheadhunters دول عبارة بس مختصة بان هي يعني تجيب ايه ال top management talents بس مشكلة الexecutive recruiters دول ان هما تكلفتهم بتكون عالية شوية وهي طبعا وجود الانترنت تكنولوجي ساعد كتير الheadhunters دول في الشغل بتاعهم ان هما قدروا يحصلوا على candidates لهم top management talents فالانترنت تكنولوجي ساعد كتير موضوع الexecutive recruiters طبعا عندنا بقى on demand recruiting services دي اللي هي services that provides short term specialized recruiting يعني انا عايز اجيب موظفين يعملوا شغل في تخصص معين و short term يعني مش موظفين دائمين تمام طبعا الon demand recruiting service ده بتحسبهم ازاي بيقولك دول بيتحسبوا بطريقتين يعني اما buy hour يعني بيتحسبوا بالساعة يعني بيتحسبوا بالproject يعني بياخد مثلا رقم x لكل مشروع بيخلصوا تمام يبقى on demand recruiting services دول دول الموظفين اللي انت بتبقى محتاجهم لتخصصات محددة ماشي وبتدفع لهم per hour او per project دي طريقة الدفع ما هياش طريقة الcommission بقى او الاتعاب التقليدي لا يقام per hour يقام بتدفع per project ماشي طيب اتكلمنا برضو على college recruiting و employee employee referrals اللي هو referrals ده اللي هو انه current employees بيبتدوا يرشحوا applicants يشتغلوا في الشرك تمام فده كده اللي هو المصدر التامن بتاع outside source of candidates وده طبعا low cost recruitment program يعني تكاليفه قليلة لانه هو بيعتمد على ترشيح current employees candidates candidates آخرين طيب تعال نشوف الكلام ده بقى نحل عليه الassignment اللي هو assignment 3 هنا بيقولك the main disadvantage of caza is excessive number of unqualified applicants ده اجابتوا ايه 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 ولا ايه ولا بيه ايه ايه لها recruiting via the internet تمام بيبدا كده طبعا اول حاجة اللي هي اللارج number of unqualified applicants ده عشان طبعا اي حد بيقدم على الnet وخلص طيب اتنين if the company doesn't have the experience in a certain specialization then you advise the company to apply ها apply ايه لو هي ما عنداش تخصص محدد فتستعين بشركة تانية يبقى انت تتنصحها بايه ايه اتعمل ايه outsourcing بالظبط نخلي بالك outsourcing من ضمن الاسباب بتاعته قلنا الاسباب بتاعت الoutsourcing وال specialization وال flexibility ده ان انت بتدفع على الحاجة اللي انت محتاجها بالظهر ماشي مش عشان مثلا اعمل اه يعني اه programming مثلا بلغة معينة اروح جايب team programming كامل بيفهم في كل اللغات لأ انا كده هبقى بدفع تكلفة اعلى لأ انا عايز programming بيفهم مثلا c++ بس مش مهتم بالبق فبالتالي يبقى اجيب الشركة المتخصصة في c++ ده او في python وبقى كده دفعت اللي انا محتاجه بس جايب لما انا اجيب شركة بتفهم في كل programming languages بس في النهاية هتبقى تكلفتها اعلى تمام لا انا اروح لشركة متخصصة في حاجة معينة انا محتاجها وهي دي اللي انا هدفع مقابلها ماشي حتى لو هم بيفهموا في كل languages لأنا هقول انا بقية مثلا تبقى موجودة معها ماشي فبالتالي ده طبعا هأثر في السعر فده بنسميه flexibility ماشي طيب نرجع للسؤال اه يبقى هنا قولنا ال specialization ده يبقى outsourcing اما تاكسز دي بيقولك هنا لو تاكسز عالية في بلد معينة يبقى طبعا لو التاكسز عالية تبقى offshoring على طول هنستخدم offshoring يعني لو التاكسز في البلد عالية هتضطر تنقل لبلد تانية تمام وبرضو بالنسبة للoffshoring امتى بنعمل offshoring عشان اوفر في الكوست ولو في تاكس and تاريف الضرائب عالية تبقى ايه ممكن ننقل البزنس بتاعي بلد الضرائب فيها ارخص شوية الكنترول طبعا في بعض البلاد قلنا انه ممكن مواد الخام مثلا يكون غالية في بلد معينة او في جهة محتكراها وبالتالي انت مبكونش عندك كنترول على ال بشكل كامل عشان يبقى عندك كنترول كامل هتروح تجيب المواد الخام دي من بلد تاني بحيث ان انت تبقى انت عندك فول كنترول على دا كده التالت اربعة بقولك all of the following are reasons for using an employment agency except حاجة واحدة من الاربعة يعني كل دول اسباب بتدفع الكمبني انه يتجيب employment agency معا دا حاجة واحدة تعال نشوف اول حاجة firm lacks recruiting and screening capabilities لا دا سبب attract a pool of qualified applicants دا سبب reduce recruitment expenses دا مش يعني دا مش من ضمن الاسباب اللي بتدفع الشركة انها تروح ل employment agency ما تكلمناش خالص على recruitment expenses توفي a particular opening quickly لا دي كانت من ضمن الاسباب يبقى الوحيد اللي مش سبب هو من c هو c اربعة خمسة اه ايه هي الفرست step في الساكسيشن planning وال second step يعني خمسة وستة الفرست والsecond هاي مع ايه ايه الساكن step الاول يعني اجابة خمسة ايه هي تعرفت طيب هو الساكسيشن planning الساكسيشن planning بيبدأ اول خطوة ان انت تايدنتفاي and analyze key position needs دي اول خطوة دي اول خطوة تاني خطوة create and assessing candidates يعني بتبدأ تشوف candidates المحتملين اللي ممكن يملو الوظائف دي واخر الخطوة انت تختار who will fill key positions ماشي لما يقولك ايه الساكسيشن planning هات اولو identifying and analyzing key position needs لما يقولك ايه الساكن step للي الساكسيشن planning هات اولو creating and assessing candidates لول اختيار ايه سبع سبع recruiting is necessary to بص قبل بس ما نبدأ الاختيارات انا عايز اوضح معلومة انه recruiting مش معناها hiring لا recruiting هي العملية اللي هي بتبدأ من اول ان انت بتختار candidates المرشحين للوظيفة وبتنتهي به الايه ال hiring يعني بتختار عدد معين تعمله hiring لكن ال process دي ككل بسموها recruiting مش بس hiring تمام ال hiring جزء من recruiting اللي هو ايه اخر step بتوصلها recruiting ماشي طيب دي بس انا حبيت اوضح فبالتالي هنا بيقول لك recruiting necessary to determine whether to use inside or outside candidates forecast the short term supply of outside candidates create positive word of mouth about a firm develop an applicant pool حد يقدر ايه اللي اختيارينا develop an applicant pool بالضبط develop an applicant pool ده من ضمن اهداف recruitment او من ضمن الخطوات اللي بتحصل فيها اه اللي بيحصل من ضمن الخطوات اللي بتحصل في عملية recruitment ماشي لكن ال hiring هي اخر خطوة من خطوات الايه recruitment ماشي طيب تمانية اه بيقول لك all of the following are characteristics of a job posting except اه بصبة ال job posting ده المفروض قلنا ان هو بتعلن عن الوظيفة على لوحة الاعلانات البوردز بتاعة الشرك طيب المفروض بتكتب ايه يعني او بتعلن ايه انا هقولك بقى دلوقتي المفروض ايه اللي بيتكتب على في اعلان الوظيفة دي اللي هي job posting المفروض بتكتب ال ال qualifications ال qualifications بتاعة الوظيفة اه دي دي بالعربي احنا كده عايزين ايه ايه بالانجليزي اه qualifications مش دي با احنا كده بنعمل ال qualifications تاني خطوة او تاني حاجة بتتكتب من السوبرفايزور المشرف اللي هيكون علي ده بيتكتب برضو في ال job posting ايه كمان ال schedule ال work schedule الجادول الايام هتبقى ايه ال pay rate اللي هو السادري او المرتب بتاعك هيبقى هي دي الحاجات اللي هتبقى مذكورة في job posting اللي هي الحاجات اللي احنا كدبنا طيب تعال نشوف الكلام ده موجود اه فاني اختيار يبقى كل اللي جاي ده ال characteristics of job posting accept طبعا listing the job attributes اللي هي نقدر نعتبرها qualifications يعني ماشي يبقى دي معنا ماشي providing pay rate ده معنا publicizing the open job to employees ده مفروض يتعامل اصلا ده تعريف job posting اخر حاجة indicating the preferred number of applicants يعني انت تقول احنا عايزين نكتفي بمسلا خمسين applicant لا ده مش موجود يبقى ده مش موجود في job posting وبالتالي الاختيار بتاعك هيبقى الاختيار D طيب يبقى ده 8 تعال نشوف 9 9 9 9 يقول لك which of the following factors play the greatest rule in determining the best medium for a job advertisement عشان نحدد job advertisement قلنا عشان تحط بقى الاعلان في فانهي ميديم يعني local newspaper ولا newspaper عادية ولا الانترنت ولا ايه بالزبط عشان تحط الاعلان بتاعك ده بيعتمد على positions والskill اللي انت محتاجها للjob تمام فاحنا هنا هتلاقي الskill دي موجودة لكن الcompensation وال salary ده مالوش دعوة time الto feel the position مالوش دعوة برضه انا مستعجل على الوظيفة ولا لأ الgraphics اللي مستخدمة في الاعلان برضه مالاش دعوة يبقى اختيارك هيكون skills needed for the job او لو فيه job position كمان هتختار قلص يبقى skills needed for the job او job position هو ده اللي بيحدد او ده هو greatest rule اللي بتحدد ايه اه اقدر حط الاد بتاعي فانهي medium medium يعني انهي مسلا journal انهي يعني في سواء journal local او journal newspaper عادية او على الانترنت كل ده نعتبره medium تمام طيب ايبا ده تسار عشو بيقولك ايبا هو el shows possible replacement candidates and their qualifications الهوهوة الهوهوة او الهوهوة اللي هو possible replacement candidates and their qualifications لكن اللي فيها اللي هي الpromotability او الامكانية الترقية ده كان اللي هو السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقولك ايه هو اللي بيوضح ال present performance والpromotability فاكر دي اللي هي المثلث والمربع المثلث الperformance والمربع اللي هو امكانية الترقية of inside candidates for the most important positions ده بقى اللي هو اللي هو ال charts اللي هو اختيار بي امام كيما ده التعريف عشرة ده اللي هو replacement candidates and their qualifications ده الكارد لكن ال replacement charts دي بتحدد ال performance والpromotability اللي هي الامكانية للترقية طيب اتناشر an employer will most likely use a private employment agency in order to يعني الemployer ده اللي هو رب العمل خلي بالك فيه فرق ما بين employer و employee employer ده اللي هو رب العمل اللي هو الشركة يعني لكن employee اللي هو الموظف الemployee اللي هي W في الآخر بتبقى EE ده كده اللي هو الموظف موشي لكن اللي قدامنا ده الemployer ده رب العمل طيب امتى رب العمل او الشركة يعني تستخدم employment agency هتلاقي receive assistance writing job ads عشان يساعدوها في كتابة job ads لأ او adhere to federal hiring practices دي مش تابعنا نتكلم على حاجة في امريكا يعني feel a specific job opening quickly ايوه هو ده الاختيار بتاعنا لاني ده ضمن الاسباب اللي بتخلي الemployer يروح للemployment agency spend more time recruiting applicants لأ برضو مش ده السبب يبقى السبب اللي هو اللي بتبني ده السبب الوحيد اللي ينفع هو C طيب طلعتاشر بيقولك ايه هما الspecial employment agencies retained by employers to seek out top management talents مين يا جماعة اللي بيدور على executive recruiters برزبط executive recruiters اللي هو دي ده اللي هما بتسميهم headhunters ده هما اللي بيختاروا top management talents تمام طيب طيب اللي ايه اللي ايه الexecutive recruiters في المهمة بتاعتهم يبقى اغتيار بي خمسطوشة which of the following is a service that provides short term specialized recruiting to support specific projects without the expense of retaining traditional search firms دي اللي هي on demand recruiting services اللي هي short term specialized recruiting بتعين ناس متخصصين لمدة زمنية معين لحد ما تخلص المشروع وشكرا على كده تمام طيب ده طبعا بيبقى أفر لها من traditional search firms او من النهاية تجيب agency يعني تمام طيب آآ 16 بيقولك ايه هي typical compensation structure for on demand recruiting services قلنا الناس بتوع الon demand دول بيتحسبوا ياما ب hourly rate ياما pay project ماشي فاحنا هنا اختيارنا هيبقى hourly rate ولو كان في pay project اختار pay project برضو ماشي تمام سبعتاشر طبعا دي شركة بتدار على top level manager to oversee its finance division qualified candidates can be difficult to find so the business would most likely benefit from using A or N to recruit potential candidates طيب يعني الشركة دي عايزة top level manager عشان يمسك finance division بتاعته فبالتالي هي محتاجة تستفيد بخدمات مين محتاجة تستفيد بخدمات executive recruiter عشان يساعدها في اختيار top level manager يقول الاختيار اي طيب 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 اه small software firm is seeking several permanent employees خلينا نلغي بس كلمة permanent عشان السؤال يواء مزبوت several employees with experience in the semiconductor industry يعني اختخاصط معين and advanced degrees in computer science طيب the firm is a small one and cannot afford to pay a traditional recruiting firm a fee of 30% per each higher salary يعني من الاخر الشركة ما تقدرش توفر المرتبات التقليدية وبالتالي المفروض الشركة دي تعمل ايه بص الشركة دي عايزك موظفين يشتغلوا في تخصص معين تمام اه وفي نفس الوقت ما تدفع لهم شي طريقة تقليدية او ما تدفع ش المرتبات العالية اللي هي مرتبات التقليدية العالية فساعتها هتضطر تعمل ايه لازم تعمل ال on demand recruiting service ليه لان ال on demand recruiting service هيخليها او هيخلي الشركة دي تدفع مرتبات اقل تمام وتقدر تستغل اللي هم يشتغلوا فيه معين تمام الوقت اقل يعني الوقت محدد وفي نفس الوقت بتكلفة اقل بس طبعا كلمة permanent ما كانش تنفع في السؤال فعشان كده انا شلت كلمة permanent من السؤال ده بس وبرضه ممكن اوضح لك اكتر انه هتحتاجهم لمدة زمنية معين سنة مثلا تحتاج الexperience بتاعت الemployees دول لمدة زمنية محددة عشان بس السؤال واضح تساعتاشر بيقولك هنا which of the following is the primary goal of college recruiters او دول primary دول السببين اللي يخلوها نعمل college recruiting فبالتالي اللي جابة هنا اعتبار attracting good candidates اللي هي اختيار دي تعال نشوف اخر اختيار اخر السؤال اللي هو ماري بويد يعني اسم شخص يعني اسم بنت هس بين hired بارنم hotels بارنم hotels دي دك ده شركة بس مع سلسلة فن ده اعن بانج staffing for the regional hotel chain بارنم intends to open two new hotels within the next three years and will have many job positions to fit طيب historically employee turnover is high at بارنم as employees remain with the company for one or two years before quitting طيب احنا عزين نوصل لي السؤال عشان بس نعو شين نغ تيف which of the following if true best supports the arguments that scatter plot is the most appropriate tool for ماري to use in estimating future personal needs يعني من الاخر ماري دي هدفها تعمل estimation لل future personal needs ماشا ايه الحاجات اللي بتدعم انها تستخدم scatter plot تعال نشوف ايه الاختيار هل ان productivity levels for pernum employees typically vary from month to month هل ده يخليك تستخدم scatter plot لا scatter plot اصلا بتعتبر ان productivity level لا تتغير يبقى اكيد ايه مش بتدعم استخدام scatter plot طيب تاني حاجة size of the new hotels will be similar to the chains other hotels يعني القتلات الجديدة اللي هتتبني زي size بتاعها زي بالظبط القتلات القديمة هل ده يساعدك انت تستخدم scatter plot اوه يساعد ليه لان المفروض ال data بتاعت مثلا عدد الغرف وكل غرفة محتاجة كام room service مثلا والحاجات دي دي موجودة عندنا في المباني القديمة في القتلات القديمة فبالتالي لو القتل الجديد نفس size بتاع القتل القديم يبقى انا اقدر استخدم data بشكل يعني اقدر استخدمها بعد كده صح ولا فبالتالي يبقى ساعدها الاختيار بي فعلا لو ده حقيقي هيساعدني على ان انا استخدم ال scatter plot بس بشار ان يكون size بتاع القتل الجديد او القتلات الجديدة زي size بتاع القتلات القديم وبالتالي data بتاعتها لو تفتكروا مثلا عن scatter plot كان في عدد السرير في المستشفى وكام نيرس محتاجينها لعدد السرير دي فبنفس الطريقة تبقى قصة القتل كام مثلا شخص اللي روم سيرفيس هبقى محتاجه لو العدد القوض واحدة لو عدد القوض واحدة خلاص يبقى ساعدها تقدر تستخدم نفس الجداول بتاعة المبنى القديم تستخدمها في الجداول بتاعة خلاص ده كده اللي هو assignment التالت اللي هو لحد السؤال العشرين وده اخر حاجة ان شاء الله تبقى لا هو اخر حاجة في الميت term مش ده اخر حاجة في الميت term المحاضرة بتاعتها النهاردة ماشي اللي هي السيليكشن اللي هي اللي أنا قلتها النهاردة فالمفروض ان اخر حاجة هي بتاعتها النهاردة في المحاضرة طيب ده كده assignment 3 وان شاء الله هيبقى فيه quiz ساعة 8 ماشي حد عن السؤال يا جماعة شكرا ماشي ماشي يا باشي منسين خلاص كلسان طيبين وان شاء الله الكويز يبقى بسيط يعني عليكم كده ببقى صعب وربنا يسهل ماشي ماشي خلاص ماشي تفضل شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة